الخبر هو اللي عادنا على أحمد أبروب وتهجم على النارين بيوت أخواتها يسأل أنهما منزلوا على قضية فلسطينية إلا بعد ما تعرضوا الهجوم للمتابعين فأحمد أبروب نزع على حسب البلد للإستجرام مشاهدة تشتريتو بهذه الهيستوريات واحد من المتابعين شاء كاتب له أنه اسمع مشاهير عرب ما حتوا عن فلسطين فكتبنا النارين والشيرين فوحط هذه الصورة أنه ما قاعد يستفزن بها بعد نزل هذا الهيستوري واحد متابعين قالهم أنهما نزلوا ولكن بعد ما تعرضوا للهجوم فأقول لا تحكموا عليهم ممكن هما كانوا ما يعرفون فهذا بالهيستوري بعدها صارت مسخر عليهم ويقول مش طبيعي شيء أنا منيح ولا قشر بدني من الكلام الكتبت بالهيستوري القبل فأكتبوا لحباب بالكومنتات شاركوا بتهجم أحمد أبروب على كل مشهور ما ينزل على فلسطين الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبار فهو يوتيوبار عادنا هو مصطفى ريدا فرد أن نزع الحسب بالإنستغرام مش تشتريتوا بهذه الصوريات أعلى من خلالها أنه سننزل فيديو كليب اليوم بكل لخصف جبهات الحمد أبروب سننزل اليوم الساعة بالأربعة على القناة الإساسية رضاكم للصوريات شوفوا مرحبابيش شوانكم كل عام ونتوا بقلوا في خير ينعاد عليكم الصحة والسلامة ما أدري شوية متأخر بالمعايدة بس ندي أضبط لكم الأغنية الهندسة المونتاج والشغلات الفيديو كليب صار جاهزة الأغنية صارت جاهزة كل شي صار جاهزة أتمنى عجبتكم أغنية فلسطينية نزلتها بس هاي الأغنية رح تكون مصف جبهات كلش قوية ورح تنزل على قناة اليوتيوب وسوالف وحركات فحاليا شوية عارف الأمور متدهورة بس أنا وعدتكم من نزل الأغنية بالعيد الأغنية جاهزة حاليا بيشر ممكن تنزل الساعة بالأربعة بس رح نسوي تصويت إذا صوتوا أنه تنزل الأغنية بيشر الساعة بالأربعة رح ننزل الأغنية أوكي لاتس جو هاني جاهز القصوف وقلولي إذا أنتم جاهزين واليوتيوبار الثاني هو فهدي الزين والفيديو كليب بالنار اللي حينزلكم اليوم الساعة بالأربعة على قناة الأساسية صراحة أن التعب لتعب تنزل المونتاج على هذا الفيديو كليب والتعب التعب ناس صراحة بشكل مو طبيعي أتمنى أن فعلنا تقدروه هذا التعب يا حبايب وننتوصل للكليب فعلياً لـ 100 ألف تعليق وفي نفس الوقت حبايب نثبت للناس أن الجيش مملكة القصص إلى منتهى مثل مع حواية توقعون أن الجيش مملكة القصص إنهار الخبر الثالث الذي عدنا عنه سامة مروة هو أخيراً رجوعه على اليوتيوب بعد انقطع عن السوشال ميديا لفترة كلش طويلة وسامة مروة نزع على سبب الإنستجرام شوية أستورات وبهذه الأستوريات يعني من خلال أنه سنزل المقطع اليوم الساعة بالأربعة على القناة الأساسية ورح يرجع بها للسوشال ميديا إن شاء الله فإن شاء الله ألف مبروك واتبنسونا حبايب تكتبوا بالكومنتاج قلتوا فرحانين بعودته سامة مروة الخبر الرعبين اللي عادنا عندها هجم المتابعين على نورستارز وبيسان اسماعيل وأناس الشايب وبالأخص من المتابعين نورمار وما لساعة سبب في البداية نورمار نزع على سبب الإنستجرام شوية أستوريات من قبل فترة وهذه الأستوريات سنقول بها أنه ترندات التوك توك صائرة كله شتافة وبيض وضح بها أنه يقصد هذا الستوريات اللي سويتها نورستار وغيرها من اليوتيوبار راتكم ببكتل الستوريات مع نورمار شوفوا عيد ثاني عيدت دقل هاتف من الصليل شان انت مهجم بعمر وعيوة الكوميدي ما كوميدي بحطها ببرقوصيك في نورستار نزلت على سبب التك توك هذا المقطع شوفوا دقل هاتف من الصليل قمض شلت السناء طيديد قطيديد 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 في هذا يا حبايب كل الكومنتات اللي جتيتها تهجمون عليها ويقولون لها أنه أنت بلوكات ومن هذ الكلام يتهجمون عليها ويتسبوهم وبلخص من المتابعين النورمال فاكتبوا يا حبايب بلكومنتات وشاركوا بها واتهجوم الترضى وله هل هما يستحقوا او لا الخبر السادسي اللي عادنا عن نسو شايب وعيد ميلاده فاليوم يا حبايب هو عيد ميلادنا الشاي وبواخيره صار عبر 19 سنة فإن شاء الله الف مبروك وعقبال مليون سنة يا رب وطمع نسو سلحبايب تدولها بالكومنتات واتباركولها عن مناسبة عيد ميلاده الخبر السابع اللي عادنا عن مريم اللي هي أخذ السم وليش طارت تبتشي ثم مريم نزلت على حسبها بالإنستغرام هذا الستوري وبهذا الستوري كان بهذا الفيديو اللي كان لكاتل تبتشي بي وحط إيموجي أقال بمكسور وواضح أنه عيونها كل شي حمرة من البكاء ولكن ما حدث السبب شنو بالضبط فكتبنا حبا بالكومنتات شنو تقع سبب بكاءها وطبعا الله يفرج عليها يا رب ولا تدسون حبايب تدولها لأن الله يفرج عليها الخبر السابع اللي عادنا عن سلوى فضيحتها النورمال بالنسبة لي عرفوا من اللي هي السلوى فالنورمال نزل على سبب الإنستغرام شهدوا سلوى وبهذا الستوريات على ما خلاله أنه هو فتح حساب بنية اسمه سلوى وهلي هي هذه البطة وصال يقول أنه يريدوا بسطلها مئة ألف متابع وأنه رح يصير سويها الدرامات وهي حصير تفضاح الفريق من هذا الكلام رضيكم هذه السورات اللي حاب نشوفها كامل الخير فوتوا على الحساب رح تلاقوا هذا حساب سلوى يا جماعة فوتوا شوفوا ونزلت صورة وصار تهددني فوتوا على الحساب ولازم تقروا الوصب لحتى ننفذ الكلام لا تهددني بربكم طبعا يا جماعة خير حساب سلوى أنا اللي عملته يعني أنا اللي فيه وجواته كمان فهذا الحساب بديها يوصل مئة ألف شاني يشوفوا الناس قوة تتجلدين أنه حساب بطة مالا روح وصلت مئة ألف عنا بالإنستغرام وغير هيك أنا مخططت لك كثير لدراما وشغلات أولا بتوصل مئة ألف فيالله كيف وصلوا أنه في كثير شي ضحك انوار ايه لك كيف يك سلوى بتفضحك عنده بالستوري؟ خلني نسيكتها لأغبو نعمة طبعا شون سلوى نزلت على الحسابة بالإنستغرام في السلوى وشين نزلت هذا الستوري يتقول بي والله رحكشوفكم على حقيقتكم وهي حلفة إذا وصل حسابة مئة ألف وفعذا نزلت هذا الستوري عصد تفضح بي أنوار إنه هو سوى الفولو قاعد يسحف عليها وهي إلى الآن ما ردت للفولو وفي الستوري البعده واخيرا انضمامها الفريق نورمار الخبر وصل وهي المتابعين صار لسولها فانزات يا حبايب طبعا فكرة ما تكونش حلوة يا حبايب أتوقع حسيبها دراما هواية فاكتبوا يا حبايب اليكم بالتابع شوية راييكم فكرة سلوى هل عجبتكم او لا ليسواها النورمار وبصلاح يا حبايب من هنا وصلت المقطع تم اقتعجبكم لا تحضروا لايك اشتركوا بالقناة ولا تنسوا الفيديو كله بلاحظكم اليوم بالساعة بالأربعة وبس نشاهدكم في الزيب الخطم من القصص ومع السلامة اشتركوا في القناة